سيد عبدالحفيز أنا شخصياً حاولت التواصل مع كابتن سيد لكن أنا متوقع ومتفاهم تماماً طبعاً والقصة مش قصة النعرع في التفاصيل وأسباب وانطباعات لكن فكرة أنه وده كان هدفي الأول كابتن سيد في اللحظة دي حابب يقول إيه لجماهي النادي الأهل لأنه وده لما هيحصل كنت أتمنى أنه يحصل وما زلت أتمنى أنه يحصل من خلال شاشة النادي الأهل لأنه أنا متأكد يقيناً بما لا يدعم مجال الشك أنه العلاقة بين الأهلي وبين سيد عبدالحفيز والعلاقة بين جماهي الأهلي وبين سيد عبدالحفيز أبدية ما لهاش علاقة ولن ترتبط ولم ترتبط في يوم بالأيام بوجوده في منصب من عدمه أو وجوده داخل الملعب من عدمه ثقة في إخلاص وانتماء سيد عبدالحفيز اللي ترجم بالأمر الواقع على مدار السنين طويلة جداً تبتكلم على مشوار من العطاء كلاعب وكأداري ممتد لأكتر من 30 سنة مفيش موقف فيه خروج على النص مفيش موقف فيه إلا وأكد سيد عبدالحفيز أنه واحد من جماهير النادي الأهلي قبل ما يكون من نجومه أو من إداريه اللي بيموتوا عشقاً للنادي الأهلي فبالتالي القصة مش قصة زي ما حاولت الأسف الشديد جداً يعني طبعاً هي دي دريبة السوشال ميديا دريبة فوضى السوشال ميديا اللي حاول التنقل للناس صورة في ظني وفي اعتقادي ليس لها علاقة بأصل الأمر لا من قريب ولا من بعيد وفيه أسماء كتيرة جداً ارتبطت بها جماهير النادي الأهلي في مناصب مختلفة جوه الملعب وبره الملعب ما كانتش مصدق أنه ممكن يجي لحظة من اللحظات والناس دي تمشي ويجي بدلها أسماء تانية وشان بس الموقف ده ما هواش موقف جديد الموقف ده بيتكرر وانت يمكن وانت بتتفرج عليه دوقتي مستني انا اقولك الأسباب ايه زي ما بتسئل انا يعني بقالي 48 ساعة مبارح والنهاردة ما بس يعني ما فيش سؤال بيتوجه لي على الموبايل أو من الناس اللي بقابلها ايه قصة سيد وليه كابتن سيد وليه سؤال منطقي جد وليه بيعكس انه في حالة استغراب لانه مشوار سيد كمدير للكرة في النادي الأهلي كان ناجح جداً على كل مستويات وده اللي اكده النادي الأهلي بالمناسبة وهو بيوجه الشكر والتحية لكابتن سيد وبالنسبة للجمهور الرجل ده قام بمهام عمله بكفاءة عالية جداً فممكن يكون القصة فكرة السؤال أو علامة الاستفهام محل الاستغراب منطقية جداً ووردة جداً ومن حق جمهور النادي الأهلي تسألها السؤال هنا ليه بنحاول أو ليه للبعض بيحاول انه يصور انه القصة هي نهاية علاقة بين سيد عبد الحفيز والنادي الأهلي موارد جداً وده يقيناً برضو وانا بقول لحداك انا ما عنديش معلومة واضحة وصريحة انا ما عنديش معلومة يقيناً انهاك لكن من الولد جداً ان الموضوع ده يكون نقلة ما احنا شفنا في عوقات كتير جداً قامات عظيمة أساطير للنادي الأهلي شرفوه في الملعب واستمرت مسارتهم ورحلة عطائهم بل ان في بعضهم تقلق في مناصب وتدرج في مناصب حتى وصل الى رئاسة النادي هو كابتن الخطيب مش في يوم الايام كان واحد من نجوم النادي الأهلي وبعدها تدرج في مناصب عدة لغاية لما وصل لرئاسة النادي الأهلي كابتن صالح سليم الصورة والرمز كابتن حسن حمدي فليه بنحاول نصور الموضوع او القصة على انها نهاية علاقة او على انها يعني خروج من الباب الصغير ابدا لن يكون يقين ان تعامل النادي الأهلي مع ولاده المخلصين ابدا مش ممكن يكون بالصورة اللي حاول البعض ان هو يوصلها على السوشيال ميديا ومن الولد جدا انه يكون خروج من باب ادارة الفريق لباب اوسع وباب اكبر وكابتن سيد عنده من الخبرات اللي انا متأكد انه الاهلي هيكون حريص على استغلالها لصالح اسم النادي الاهلي في اي موقع واي كان صعب قوي عشان برضو بعض الاشارة لفكرة انه الموضوع حصل فجأة وده اثر سلبا على استقبال كابتن سيد للقصة صعب جدا جدا انك انت تاخد اي حد فينا اي حد فينا ممكن يتعرض لقرار ممكن ما يكونش على هواء او مش حسب ما هو مخطط له او مش متوقع انه ممكن يكون جاي انك تاخد منه رد الفعل في ساعتها صعب جدا ففي النهاية كابتن سيد عندي ثقة ويقين وده الحقيقة النادي الاهلي طرحه سواء في لجنة تخطيط او سواء في شركة الكور اشتركوا في القناة